لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضل كبير جدا وعظيم في تبليغ الدين ونشر السنة المطهرة بين المسلمين العامة والنساء خاصة هناك كتير من الصحابيات اللي كانت بتروح وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل اللي بتقف معاهم ويسألوا في الأحكام ويستفتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكان في منهم طبقة متخصصة جدا في تلقي الحديث وكان هناك بعض من النساء يحجلن من أن يذهبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسألنه صلى الله عليه وسلم فكانوا بيعملوا إيه؟ فكانوا بيروحوا لزوجات النبي ويسألوهم عن الأمور بتاعتهم فيجدوا عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن يجدوا الأجوبة الشافية للأسئلة بتاعتهم وللاستفسارات اللي كانوا بيحبوا يسألوا ويستبينوا الأمر فيها لأن زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن كانوا على صلة دائمة بحكم أنهم زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكانوا دايما على صلة دائمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمن منه الأحكام هم كانوا في حال تلقي دائم من أنوار الحضرة النبوية وبينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يتاح لغيرهن نقله وشفنا ثمرت ده في أمهات المؤمنين في تلقي الحديث الشريف وتعليم للمسلمين والمسلمات وعلى رأس أمهات المؤمنين كما ذكرنا أمس سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صاحبة العلم الغزير والذكاء الفطري الشديد وإذا أنت تأملت سيرة السيدة أم المؤمنين أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وجدت كيف أنها أجادت التلقي تلقي الحديث وأجادت الحفظ وأجادت الفهم لأنها رضي الله عنها كان عندها حرص على فهم الأحكام الشرعية وحنأخذ مثل النهاردة نشوف مكانة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في تلقي الحديث وكمان نشوف وضع سيدة عائشة في إنها ما بتفوتش حاجة إلا لما تفهمها وده يبين لك شدة ما كانت عليه من الحرص في طلب العلم والتسبت فيه فعن ابن أبي مليكة التابعي ابن أبي مليكة التابعي ده يعني كان أحد كبار يعني رواة الحديث كان تابعيا يعني شاف الصحابة شاف لكن ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلما ومات على ذلك هو روى ابن أبي مليكة عن سيدة عائشة وروى كذلك عن أختها السيدة أسماء وإحنا لما نقول بإنه روعا أمنا السيدة عائشة وروعا أختها السيدة أسماء بنوضح حلقة العلم اللي كانت متوصلة وموجودة في زمن النبوة الشريف وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لإنه أجيال في العلم بتخرج أجيال أخرى تتلقى عنها العلم وهذه الأجيال تعلم وكل ده امتداد نوراني للتوجيه النبوي الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكل ما ارتبط بعلوم القرآن من علوم يتعلمها ويتلقيها الذي يطلب هذا العلم وبعدين بيهي ربي أجيال بعد كده تخرج وتعلم هذا العلم من هنا جاءت السلاسل فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان ده اتلقي كل طلبة علم بتتلقى عن المجموعة الأساتذاتيها وهكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن ابن أبي مليكة بيقول إن الستين عائشة السيد عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه يعني لو سمعت حاجة هي مش واضحة بالنسبة لها في العلم لازم ترجع تفهم من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعت حاجة بعيد يعني سمعت حاجة من أحد من الناس أو من النساء فترجع تراجع لتتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام فهو بيحكي عنها بيوصف حالها ده في دقتها في تلقي العلم والتثبت من الحفظ والفه وبيحكي عنها إنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حوسب عذب اللي يتحاسب كده في الصحيفة بتاعته بتعملت دا يوم كذا وعملت دا ليه ويبتدي بقى فيه تفصيلات وده كان كذا وده كان كذا وبعدين بيبقى فيه تفصيل يطلع من تفصيل يخش في التاني الحساب الدقيق اللي فيه وقوف عند كل حاجة فهي سمعت سيدنا رسول الله عيسى والسلام بيقول من حوسب عذب فقالت أم المؤمنين عائشة فقلت فهي بتقول لسيدنا رسول الله عيسى والسلام أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لها بقى هي حطت الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام جنب الأي عايزة تفهم قالت فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المرجع في تفسير ما كان يشكل على الناس في دينه سواء كان في بيت النبوة أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين هو المرجع اللي بيرجعوله عشان كده النهار دا أنت لما تيجي تكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام بإنك تطعن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتطعن في إنه لا دا الصحابة لم يحملوا هذا العلم وإن العلم دا تأخروا في حفظه وتدوينه والكلام العمالي يتقال وإنسينا المدرسة العظيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسسها وأخرجت جيلا عظيما من طلبة العلم من المتخصصين وطلبة العلم اللي بيعلموا كده من زمن النبوة إلى عصرنا حلقات متصلة كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده دي من بركات الحضرة المحمدية صلى الله عليه وسلم حرس الصحابة رضي الله عنهم دايما في إنهم يرجعوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء بيعرض ليهم وما يحسنوا فيه إشكال مش فاهمينه أو عايزين يتبينوا أو يستوثقوا أو يفهموا بشدة أو بدقة يرجعوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث اللي بيخبر فيه عبد الله بن أبي مليكة أن السيد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه القائل لو سمعت حاجة تقوله أنت جبت الكلام ده منين تستوثق من أين أتى بهذا الكلام أو إنها تسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف حقيقة ما سمعت تعرف الحقيقة بتاعته عشان تتوصل بعد ذلك إلى الصواب من الخطأ تقييم المقال أو تقييم ما سمعت أو تقييم وتقييم الفتوى اللي هي سمعتها أو الخبر الذي انتهى إليها ودي دقيقة مهمة جدا بيوصفها التابعي من أحوال أم المؤمنين السيد عائشة رضي الله عنها في تلقي الحديث النبوي الشريف وده اللي يأكد لنا أنه تم التوثيق والتثبت من حديث رسول الله عيسى والسلام زمن النبوة الشريف وبيأكد الحديث ده كمان على يعني فطنة أمنا السيدة عائشة ومدى ذكائها عطايا ربنا ادهالها وربنا فراغها إنها تتلقى الحديث وتعليمه لنا كانت يعني تبارك الله يعني أوتيت مواهب كثيرة في الفطنة والذكاء والحفظ وطول العمر عشان تعلم بعد كده بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن هي ما بتقبلش أي حاجة وإنها لا تثق وإلا توقن بكل ما سمعته ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحكي لنا أمينا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب فأمت هي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بالمقرنة دي بالمقرنة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المولى تعالى فسوف يحسب حسابا يسير عايزة تفهم المعنيين يعني تم حصل إشكال عنده فلفظ الحديث من حوسب عذب لفظ الحديث هنا من حوسب عذب جاي عام في تعذيب من حوسب اللي حيتحاسب ده حيبقى عذب اللفظ هنا جاي عام ولفظ الآية دال على أن في تخصيص بقى على أن بعضهم بعض اللي حيتحسبوا يوم القيامة لا يعذبون فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام أجاب على السيدة عائشة بقوله إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك يعني بيّن لها النبي عليه الصلاة والسلام إن المقصود الحقيقي للآية فسوف يحاسب حسابا يسيرة هو الحساب اليسير الآية دي خاصة بالحساب اليسير اللي هو العرض إنه مش حيقف يعني يدوله كده الصحيفة بتاعته يعني هذا ما صنعت من سيئات وحسنات وسيئاتك كانت كذا وحسناتك كذا وعوفي عن سيئاتك وإنت من قد الحساب اليسير بس يعرفوا يعني هو إبراز الأعمال وإظهرها فيعني بيعرف المولى سبحانه وتعالى صاحب الصحيفة بزنوبه وبيعرفوا برضو التجاوز عن هذه الزنوب حتى يعرف يعني نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه ومنت ربنا عليه بإنه سطرها عليه في الدنيا وإنه هو سطرها عليه في الدنيا وإنه عفى عنه وعن ما ارتكب في الحياة الدنيا في الآخرة أما الحساب العسير يبقى ده المقصود بالآية أما الحساب العسير هو المقصود به هنا الحديث من نوقش الحساب يهلك في العرض وفي المناقشة الدقيقة انت ارتكبت كذا يوم كذا صنعت كذا يوم كذا فمن تعرض لهذا الاستقصاء لم يسامح على ما فعل هلك وأدخل النار عذب على ما كان منه في حياته الدنيا يعني الحساب يوم القيامة نوعان حساب عرض ومعاتبة وهناك وده حساب يسير لا عذاب فيه انما فيه اظهر منة الله على ذلك الذي يحاسبه حسابا يسير انه هيعف عنه وحساب مناقشة وهو حساب عسير وحساب شديد لان فيه تفصيل انت عملت كذا يوم كذا ساعد كذا وقد تصور بهذه صور يراها يرى نفسه ويرى ما كان منه ولا يخلو هذا من العذاب لان منأشة العبد على اخطائه وعلى ما كان منه وعلى توقيفه على جميع ذنوبه وحالة كده استقصائية لكل سيئاته ده معناه انه سيهلك بالعذاب وفي هذا الحديث الحقيقة بيبرز مدى دقة التلقي لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من ستين عائشة ما سمعتش الحديث كده وحفظته وسكتت لا والنبي عليه الصلاة والسلام كان ليه طريقة اذا حدث بالحديث كان يقوله يعيده تلات مرات وان اللي بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوله الحديث يقدر يعد الحروف من كتر تؤدة النبي في القاء الحديث لانه بيبين وبيشرح وبيوضح انوار الوحي الشريف أمنا عائشة لما سمعت قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حابت بقى تسأل مع الآية التي تحفظها ده يبين لك فضيلة أمنا سيد عائشة رضي الله عنه وحرصها على التعلم والتحقيق والتثبت وحسن فهم الحديث حرصها انها تفهم معنى الحديث كمان الحديث ده بيدينا بيبين لنا إثبات الحساب والعرض والعذاب يوم القيامة وانه الناس هتكون متفوتة في الحساب بتاعها في اللي حيشدد عليه في الحساب وهناك اللي حيرفق به في شكل معاتبة ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يلطف بنا وبكم جميعا في هذا المشهد العظيم وبنتعلم كذلك من هذا الحديث انه ينفع ان يبقى فيه مناظرة ومقابلة يعني جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وده بنتعلمه من الحديث النبوي الشريف وهذا الموقف اللي حصل وانه كمان بنتعلم انه من حق طالب العلم انه يسأل في المسائل اللي هي مش فهمها ومش عارف يوصل فيها لجواب او ربما تعمل نوع من الاشكال في عقله انه يراجع فيها ليفهم الحديث كمان فيه انه على العالم الذي يعلم طلبة العلم انه لما يجي يراجعوا احد من طلبة العلم عشان يفهم حاجة يكون عنده رحابة صدر وانه ما يغضبش وانه مثلا انه بيوقفوا في الحديث عشان يفهم لا تطور سائرته انما يبقى عنده من رحابة الصدر ما يستطيع به ان يجيب السائل المستفهم عن المسائل التي لا يفهمه وده اللي عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع امنا السيدة عائشة لما قامت وعارضت قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني حبت تفهمه في ضوء ما تحفظه من القرآن الكريم وده بيبين مدى دقة امنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومدى دقتها وتحقيقها في التعامل هي والجيل كله الدقة شدة الدقة في التلقي شدة الدقة في الفهم شدة الدقة في الحفظ وده كان سمة الجيل كله رواية وفهما تحملا ونقلا ده كان سمة الجيل كله عشان يفهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظوه وكذلك يستطيعون تعليمه للطلب والمريدين والتلمزة الخاصة بكل يعني معلم كل صحابي كريم منهم وكل أم من أمهات المؤمنين كما سنرى ذلك لاحقا ورضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر